طيب الله وقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم الكشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعنوي من المواقع المحلية طلاب الطب في عدن لا يدرسون علم الأدوية النازح الذي أصبح نجماً في كرة القدم اليمنية ومن أخبارنا المنوعة الصين تعتقل مواطناً نسي لغته الأصلية أهلاً بكم الصحفيون المعتقلون لدى ميليشي الحوثي يتعرضون لكل أنواع التعذيب ولا تجد أصواتهم صداً في المجتمع الدولي وعنون موقع مارب برس نداء استغاثة عاجل لإنقاذ الصحفين المختطفين بصنعاه وقالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى أنها تلقت بلاغاً من أهالي الصحفين المختطفين لدى جماعة الحوثي يفيد بتعرض الصحفين المختطفين لتعذيب وحشي استمر لعدة أيام بدأ مع منع الحوثيين لأسرهم من زيارتهم قبل أسبوعين وأفاد أهالي الصحفين المختطفين بتدهور حالة من صحية بشكل مخيف نتيجة لما تعرضوا له من تعذيب شديد معبرين عن مخاوفهم من استمرار تدهور حالة من صحية خصوصاً مع استمرار جماعة الحوثي منع إدخال الغذاء والدواء لهم واستمرار تعذيبهم وأكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى حق الصحفين المختطفين في الحرية الكاملة وحقهم في الحصول على تعويض عادل يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان كما جددت المنظمة دعوتها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتين جريفث وصليب الأحمر الدولي لزيارة الصحفين المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاه والذي على وجه السرعة كون حياتهم باتت مهددة بالخطر وما زلنا في معتقلات ميليشي الحوثي التي تمتلئ بآلاف اليمنين الذين لم يشاركوا يوما في الحرب ونطالع من موقع الصحفين حالة واحدة ممن قالت ميليشي الحوثي إنها أفرجت عنهم لكنه لم يعد قادرا على الحركة أو الكلام وعنوان موقع الصحفين مطالبات حقوقية لإنقاذ حياة الشنف الفاقد للحركة والكلام جراء التعذيب الحوثي طالبت منظمات حقوقية الجهات المعنية في الحكومة الشرعية ومحافظ محافظة مأرب بتقديم العون والمساعدة والرعاية الصحية للمختطف المفرج عنه في صفقة تبادل أسرع عبدالله شنفي والذي يعاني من شالل ربعي جراء التعذيب في سجون ميليشي الحوثي وقالت منظمة رقيب وشبكة اليمن لحقوق الإنسان وإتلاف المنظمات الحقوقية بمحافظة حجة إن ما تعرض له الشنفي من إخفاء قصري وتعذيب أدى إلى إصابته بشلل ربعي وعدم القدرة على الكلام جريمة بشعة وغير إنسانية لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب وعضفت المنظمات أن الشنفي حين اعتقل قبل عامين كان في كامل صحته وتم إخفاؤه في عدة سجون ومعتقلات في عدة محافظات قبل أن يتم إبلاغ أسرته بأنه أصبح مشلولا وغير قادر على الحركة ورغم كل ذلك فقد تم الإفراج عن المعتقل ضمن صفقة تبادل أسرى بين القوات الحكومية ومليش الحوثي بوساطة محلية مرحلة جديدة بأهداف ثابتة ووسائل مختلفة تحت هذا العنوان كتب رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر مقاله الذي تنشره بالقيس مضيفا كل المؤشرات تشير إلى أننا أمام مرحلة جديدة من عاصفة الحزم ومستوى أعلى من جهود التحالف لاستعادة الدولة ودعم الشرعية في البلاد يتعزز فيها الاتجاه نحو توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والذهاب نحو الأصل في المعركة وهو هزيمة الانقلاب الحوثي والتصدي لمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة مرحلة من المفترض أن تتغير فيها أساليب ووسائل وآليات القيادة في التعامل مع المناطق المحررة وقد خلت أو تكاد تخلو من الازدواج القيادي المهلك في التعاطي مع تعقيدات الوضع في اليمن وتناقضاته وهي الأساليب والوسائل والأدوات والآليات التي أنتجت كل هذا الكم الكبير من الحروب الداخلية والضحايا وهذا الاحتقان الشديد واستدعت آلما ماضي وضغائنا وأحقاده دفعة واحدة وخرجت نهارا جهارا على المعلن من أهداف التحالف حتى كدنا نهدي الحوثيين نصرا والإيرانيين غنيمة دون حرب الجوهري في هذه المرحلة هو أن يظل هدف الحفاظ على اليمن موحدا أرضا وشعبا وهوية مع كل خطوة نخطوها نحو المستقبل إن كان من قول ينبغي قوله اليوم فهو أن ما سلب من صلاحيات ومهام الدولة والشرعية في المرحلة السابقة وهو سبب رئيسي فيما وصلنا إليه اليوم من انقسام وصراع وجنوح للعنف وتخلي عن القيم ينبغي أن نستعيد الدولة دون غيرها ممثلة في الرئيس ومجلس النواب والحكومة دورها في بناء الجيش والأمن ينبغي أن تستعيد الدولة سلطتها على كل مرافق ومؤسسات الدولة الإدارية والمالية والخدمية ولا يسمح لغير الدولة بمؤسساتها المركزية والمحلية بممارسة أو اختطاف هذه الصلاحيات الممنوحة لها بحكم الدستور وأن يعاد للعالم ونشيد الوطني اليمني اعتباره وقيمته وقدسيته إنهما معاً علماً ونشيداً رمز الوطن وروح الشعب يجب التوقف عن صناعة الأخطاء ذاتها التي حدثت في السنوات الماضية بل والقطيعة مع الأسباب التي أدت إلى هذه الأخطاء التي تكاد تذهب بنا إلى التقسيم والتمزيق والهاوية عافية الوطن وبوابة النصر تبدأ من هنا أرجو أن لا نعطي الإيرانيين فرصة أخرى أو مجالاً أوسع للتمدد على حساب مصالحنا وأمننا بل وعلى حساب وجودنا عداً هذه الأيام تعيش أحلك الظروف منذ تحريرها من ميليشيا الحوثي القتلى يستنجدون المارة في الشوارع ويستغيثونهم لإنقاذهم قبل أن يغادروا الحياة نهائياً كما حدث أمس في خور مكسر والطلاب يتظاهرون مطالبين بمن يعلمهم أبرزهم طلاب كلية الطب الذين سيكونون غداً أطباء يعالجون المرضى لكن دون أن يفهموا أهم مادة في علم الطب وهي علم الأدوية وفقاً لموقع عدن الغد في وقفة احتجاجية طلاب كلية الطب بعدن يطالبون عمادة الكلية بتوفير مدرس لمادة الفارما وقال الموقع أن طلاب سنة ثالثة طب بشري بكلية الطب والعلوم الصحية بعدن نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير مدرس لمادة علم الأدوية أو ما يعرف بمادة الفارما ورافضين تعليق المادة خلال الفصل الدراسي وفي الوقفة الاحتجاجية رفع طلاب لفتات تندد بعدم دراسة مادة الفارما وتعليقها ومطالبة عمادة كلية الطب توفير أستاذ للمادة الهامة وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لطلاب سنة ثالث مطالبة بتوفير مدرس لمادة بعد مرور ثلاثة أسابيع بدون تدريس أو مدرس الأمر الذي جعل الطلاب يقومون بالوقفة الاحتجاجية لمعالجة المشكلة التي تواجههم منذ بداية العام الدراسي في الجانب الرياضي نتابع قصة أحد اللاعبين اليمنين فقد أحب لاعب كرة القدم حمزة محروس اللعبة منذ طفولته وبعد أن أجبر على النزوح مع أسرته من مدرية الجراحي بمحافظة الحديدة غربي اليمن إلى مدينة تعز لم ينسى موهبته في اللعب وعنون موقع المشاهد نت محروس قصة نزوح قادته إلى النجومية يقول الموقع إن محروس الذي لم ينسى حملة كرة القدم وهو يتجه إلى مدينة أخرى بحثا عن الأمان يقول محروس كنت أذهب إلى الملعب في قريتي بمدرية الجراحي كل يوم لكن المدرب لم يسمح لي حينها بالمشاركة أو التدريب إلا كلاعب احتياط وذلك لصغر سني حلمه ظل يرافقه كظله لم يأفل بعد النزوح بل بحث عنه في مدينة تعز كما يقول بحثت عن ملعب لكرة القدم فيه لاعبون فوجدت ملعب الشجرة وتعرفت على الكابت النبي المكرم وأقنعته بأن يختبرني فوافق وكان له دور كبير في نجاحي ولعبت حينها مع فريق الكبار انضم حمزة إلى نادي الطليعة للناشئين وتوجى ببطولة أندية تعز للناشئين وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة كما توجى بزائدة أفضل لاعب في كثير من الدوريات الحرة مع عدة فرق بمدينة تعز ثم التحق بأهل تعز ولعب مهاجما وحقق معه التأهل إلى سيئون لتصفيات الدوري ضمن الدوري الممتاز وأخيرا شارك مع منتخب اليمن للناشئين في تصفيات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2020 عن ثوريين يكرهون الثورات تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله المشهور في صحيفة الشرق الأوسط مع مظاهرات العراق ارتفعت أصوات ممانعة تستدرك وتحذر ثمت من يتحدث عن وجود أصابع أمريكية تقف وراء المظاهرات وثمت من نبه إلى أجندات خفية تحركها الموقف هذا ذكر بعض المراقبين بموقف الأصوات نفسها من الثورة السورية في بداياتها الأولى خجل وارتباك مصحبان بدعوة النظام إلى الإصلاح ذاك أن الإصلاح بغض النظر عن مضمونه ووجهته يقوي النظام ويهدئ الاحتجاج نضع جانباً الخمينيين في تنويعاتهم الكثيرة وبعض القوميين العرب والبعثيين ممن هم امتداد طبيعي للنظام الإيراني والسوري نضع جانباً أيضاً الانتهازيين والأصوليين على أنواعهم ممن يعرفون أين تكمن مصالحهم وكيف يخدمونها على الوجه الأحسن نتوقف هنا عند من ينسبون أنفسهم إلى يسار ثوري ما يسار يزعم تغيير العالم ولا يقف إلا معارضاً لكل تغيير لقد باتت الثورات المعشوقة دوماً والتي منحت الثوريين اسمهم شيئاً كريهاً ومستقبحاً إنهم وللغرابة صاروا ثوريين مناهضين للثورات ذاك أن الأخيرة وفق تعريف غريب يختصون به ليست طلباً للحرية والكرامة والخبز إنها قبل كل شيء آخر استفاف في الصراعات الدولية يضع البلدان المعنية في مواجهة أمريكا إن الثورات لم تعد تقر الطريقة القديمة في إدارة النزاع مع إسرائيل في المقابل تستحضر الثورات بمجرد قيامها تعددية تكسر الاحتكار الأحادي للثورة وتهجس بتعزيز المجتمعات الغربية وحريتها ومع الثورة الواحدة يتحكم نظام أو نظامان في حياة الملايين ومع الثورات الكثيرة تتحرر حياة الملايين من تحكم النظام أو النظامين ومن هذه الطينة أيضاً قدت ثورة إيران الدينية التي ناوأت حريات النساء والإصلاحات الزراعية ومن هذه المعضوية إياها غرف ثوريون علمانيون ما لبثوا أن رأوا ثورة الخمين لسيما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ما يسد مسده لكن أهم الأسباب التي دفعت أولئك الثوريين إلى الوقوف ضد ثوراتهم أنهم أصبحوا جزءاً ولو ثانوياً من سلطة الأمر الواقع إنهم الحاشية الضرورية لمنظومة الحكم التي يتربع في قمتها الولي الفقه فيما ينتفض في وجهها شبان العراق بعدما انتفضت أكثرية الشعب السوري بعد اعتقالهما لأكثر من 12 ساعة على خلفية وقفة احتجاجية لطلاب اليمنين أمام سفارة بلادهم في موسكو تقول العرب الجديد السلطات الروسية تفرج عن الطالبين يوسف مرعي وواس شريف رئيس رابطة طلاب اليمنين في موسكو ردفان الماس قال إن الشرطة الروسية اعتقلت الطالبين استجابة لطالب السفارة اليمنية في موسكو بسبب مشاركتهما في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الرابطة للمطالبة بالمستحقات أوضح الماس للعرب الجديد أن الطالب ذهبوا إلى السفارة بناء على دعوة في صفحتها الرسمية للاجتماع مع المدير العام للبعثات سالم الطاهري من أجل مناقشة أوضاع طلاب إلا أنهم فوجئوا عند وصولهم إلى مبنى السفارة بعدم السماح لهم بدخولها لذلك قرروا تنفيذ وقفة احتجاجية ما دفع السفارة إلى استعادة الشرطة لتفريقهم لافتاً إلى أنه تواصل هاتفياً مع السفير أحمد الوحيشي بعد اعتقال الطالبة محملاً إياه كامل المسؤولية عن سلامتهم إلا أن الأخير أنهى المكالمة على الفور وأكد الماس أن الطالبة سينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة السفير أحمد الوحيشي وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة بعد منع معظم الجامعات الروسية دخول الطلاب اليمنيين إلى قاعات المحاضرات إلى حين سداد رسومهم الدراسية حصل ثلاثة فيزيائيين على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019 بفضل اكتشافات رائدة في مجال تطور الكون وعنون موقع ساتل جائزة نوبل للفيزياء تذهب لثلاثة علماء ساعدوا في فهم الكون ومنحت الجائزة لكل من الكندي الأمريكي جيمس بيلز والسويسريين ميشيل مايور وديديا كيلو لقيامهم بتحسين فهمنا لتطور الكون ومكان الأرض في الفضاء وحصل جيمس بيلز على النصف الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعمائة وخمسة آلاف دولار أمريكي ووفقا لما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوك هولم أن أبحاث بيلز واكتشافاته النظرية في الفيزياء الكونية قدمت أساسا لفهم تاريخ القون عن الانفجار الكبير وحتى اليوم سيشارك السناء السويسري من علماء الفلك النصف المتبقي من الجائزة لقاء استكشافهم أول كوكب خارج المجموعة الشمسية على بعد خمسين سنة ضوئية في كويكبة الفرس الأعظم إلى أنهم لم يتمكنوا من رؤيتها وقد وجه العلماء جيمس ميلز صغار أو العالم جيمس ميلز صغار الباحثين في العالم إلى حب العلم وليس البحث عن الجواهز في ذكرى الشداد تحت هذا العنوان كتب عدنان العديني مقاله المشهور في موقع الصحوة نت في ذكرى السشهاد الشداد أتذكر المشروع الوطني وهو يعيش أصعب لحظاته التي فقد فيها دولته وشكله السياسي المعبر عنه منذ إعلانه بالستينيات هذه الدولة التي وجدت لتعبر عن أهداف الثورة واستقرت في حياتنا بفعل قيادة آمنت بتلك الأهداف يوم تأسست إلا أنها كانت تفتقر لمثلهم وهي تتعرض لمحنتها الأخيرة وبقدر جلاء هذه الحقيقة المرة إلا أن هناك حقيقة أخرى تساويها وهي أن المشاريع قد تفقد دولتها لكنها تعود إلى حالتها الأولى فكرة يتلقفها المؤمنون بها حقا وهؤلاء لا يبرزون إلا حين تهب العواصف أتذكر الشداد وضمن سياق المشروع اليمني والحرب التي تشن عليه ونوعية القيادات التي يحتاجها يمكننا القول أننا نعيش نهاية مرحلة دولة الغلبة بالقوة التي ورثت عن الثوار الفكرة وشعب ثار على انقساماته هذه القيادات فشلت في نقل الجمهورية من طور الفكرة إلى طور الدولة لأسباب تتعلق برفضهم نبدأ التداول السلمي للسلطة قامت أصلا من أجل الشعب فأخذوها غنيمة يتداولونها بينهم وبفشلها عادت الفكرة مرة أخرى إلى قلب المجتمع بعد أن خذلتها القيادات التي لم تكن على مستوى المهمة ذلك الفشل هو الذي ضعف الطلب على قيادات أمثال الشداد وأمثاله في كل الجبهات إنه الحنين الشعبي لقيادات تنتمي للشعب وتغريه حريته أكثر مما تفعل الأمجاد الشخصية في الجولة الأولى تمكن المشروع الوطني من هزيمة الواقع المنقسم وإعادة تجميع الجسد اليمني حدث ذلك على يد رجال تجاوزوا واقعهم المنقسم ذاك ثم انتصروا عليه لقد ألحقوا هزيمة بالإمامة والاستعمار لأنهم كانوا لا يرون إلا يمنا واحدة وهو ما يحتاجه المشروع الوطني في جولة نضاله الحالية لم يكن الشداد فردا بقدر ما كان رمزا لحالة وطنية ما زالت قادرة على فرز رجال تجاوز الثارات وضغائن صراع مضى ومضوا يقدمون أرواحهم حفاظا على جسد يمني واحد يجب أن لا يعود موزعا بين المذاهب والمناطق والجهات كما تريد له الإمامة إثرى هرب مدان صيني من السجن عام 2002 فشلت محاولة الشرطة في العثور عليه ولم تتمكن من ذلك إلا بعد 17 عاما باستخدام طائرة من دون طيار بعد أن عاش متنقلا بين الكهوف الصغيرة ومنقطعا عن الحضارة حتى نسي لغته تقريبا وعنونا موقع الدي دابليو الألماني الصين اعتقال رجل الكهوف الهارب الذي نسي لغته وقال الموقع أن قصص الهروب من السجن بمغامراتها مثيرة حتى أنها باتت مادة للكثير من الأعمال الإبداعية التي تعرض للملاحقات الطويلة بين الهارب ويد العدالة على نحو دراماتيكي وقعة حقيقية كشف عنها في الصين مؤخرا ترقى أن تكون أحد هذه الأعمال فبعد بحث طويل استخدمت فيه طائرة من دون طيار تمكنت الشرطة الصينية من الكشف عن مخبأ مجرم هارب من السجن منذ 17 عاما وخلال هذه السنوات عاش الرجل في كهف بأحد الجبال معزولا عن كل سبل الحضارة ووفقا للمحققين فقد كان الهارب كانغ سونغ يانغ 63 عاما في حالة يرثى لها وأنه قد نسي خلال سنوات العزلة الطويلة التي تقترب من عقدين من الزمن أغلب مفردات لغته وكان سونغ قد أدين بالمتاجرة بالبشر بعد أن قام بخطف نساء وأطفال وبيعهم في عام 2002 تمكن السجن أو السجين الصيني من الهرب من السجن ومنذ ذلك الحين كان مختبئا جنوب غرب الصين في أحد كهوف مساحته لا تتجاوز مترين مربعين واعترف بأنه كان يتنقل أو ينتقل بين هذه الكهوف منذ 17 عاما كلب في أمريكا ينقذ صاحبه من موت محقق بحسب صحيفة الشرق الأوسط والتي عنوانت وصفه بأفضل صديق كلب ينقذ صاحبه من حريق هائل وبحسب الصحيفة تمكن كلب شجاع من إنقاذ صاحبه من حريق دمر منزله بالكامل في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية بعدما تمكن الكلب من إيقاذه عبر دفعه بأنفه وهو نائم في غرفته ويروي براين راند مالك المنزل لشبكة CNN الأمريكية بدايات العلاقة بينه وبين الكلب قائلا وجدت أفضل صديق لي في ملجأ للحيوانات قبل ثلاث سنوات وانتقلت به إلى المنزل لتنشأ صداقة وثيقة بيننا كان شاهدا عليها ارتباطه الشديد به في كل تحركاتي سواء داخل المنزل أو خارجه وراند هو من قدام المحاربين في فيتنام يعيش بمفرده وقد استيقظ صباح يوم اندلع حريق بعدما بدأ كلبه بدفعه بأنفه وتحدث راند عن استيقاظه فورا تنبيه الكلب له يتمكن بعد ذلك من الخروج من المنزل وسط انتشار كثيف للدخان واندلاع النيران في نافذة جانبية عدن كبيرات فهل تكبرون تحت هذا العنوان كتب محمد احمد السعيدي مقاله المنشور في موقع عدن الغد مضيفا اعرف عدن وهي مجرد ثلاث مجمعات عمرانية صغيرة منعزلة كريتر المعلة ومعها التواهي والشيخ عثمان ومعها المنصورة وتفصيلها مساحات شاسعة من الاراضي الصحراوية بحسب علماء التاريخ فقد اسسها الصيادون القادمون من ميناء المخة بعد تدهور حالته باعتبارها ميناء بديل افضل لميناء المخة وبعدما نازلوا فيها طبعوها بثقافتهم الحضارية المسالمة ولهجتهم الجميلة وعاداتهم وتقاليدهم وعندما استعمرها الفريطانيون تعاملوا معها بحسب طبيعتها كميناء فحسب حيث تعالت امكاناتها ومهاراتها حتى صارت تمثل ثاني اكبر ميناء بحري على مستوى العالم وعندما انتزعها ابطالنا من براثن الاستعمار وعلى الفور اعلنوها عاصمة للدولة اعتقادا منهم ان عملا كهذا سيرفع من شأنها ويدعم قدراتها وتفوقها ولكن مع الاسف قد شكل ذلك القرار عبءا ثقيلا على كاهلها فاستنزفها وانهك كل مقاوماتها الانتاجية وقدراتها العملية والتواصلية مع العالم من حولها محولا اياها الى كتل من المصالح السياسية والقبلية والمناطقية الانتهازية حتى بلغ الامر ان اصبحت مجرد رهينة في يد من غلب ومع قيام دولة الوحدة وانزياح هذا الكابوس عن كاهلها وعودتها كعاصمة تجارية اخذت تستعيد بعضا من هويتها وطبيعتها شيئا فشيئا وسرعان ما صارت قبلة المستثمرين ورجال الاعمال من ارجاء الوطن وتحولت الى ورشة عمل ضخمة وكبرت عدن واوشكت على وصولها للعالمية بانطلاقة جديدة قد تجعلها في مصاف الموانئ او المندن الاقتصادية المشهود لها دوليا وبدون سابق انذار فوجئت عدن بعاصفة سياسية جديدة مليئة بالعقد السياسية الممزوجة بالقبلية والمناطقية الانتهازية اكثر تعقيدا ومرارة من السابقة تتجه نحوها وها هو التاريخ يعيد نفسه بتكثيف الضغوط التي توجت بتحويلها من جديد الى عاصمة سياسية للدولة واخذت الثقونات واضنقاط العسكرية تتغلغل في كل ركن فيها وتقطع اوصال شوارعها وموانئها الى كل مسؤول عن ما يجر في عدن حكموا العقل وجنبوا عدن ويلات الحروب دعوها تتنفس فهي جوهرة اليمن وعاصمتها الاقتصادية ورئتها التي تتنفس منها ونافذتها الواسعة على العالم مجموعة من صورة الساحرة التي وبفضل عدم وجود الالوان والاعتماد فقط على لوننا الابيض والاسود تحولت الى لوحات جميلة نتابع معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الڭاردين البريطانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برسمة واحدة تابع جزءا من تلك المنافسة وبهذه الرسومة الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة